السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدنا نبلش اليوم بأقوى فيديو وأكتر فيديو أنتو عم تستنوه أصلاً اللي هو بدنا نحكي فيه عن مكثف جيل 2006 الفروع الأكاديمية والفروع المهنية طبعاً كالعادة يعني الطلاب خلال السنة كاملة بيكونوا بيستنوا فقط هاي اللحظة لأنه بعرفوا أنه يعني بالعادة الحمد لله دايماً اللي بدروس عندي على المكثف بس لو مرة يعني فيه طلاب درسوا قبل الامتحان ثلاثة أيام قبل الامتحان بأسبوع قبل الامتحان بشهر في منهم مش كتير كانوا بالمادة أو مش كتير مستواهم وأبدع 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 وفي منهم موظفين في منهم إمهات في منهم طلاب من الأجيال السابقة كتير أجيال التسعينات أجيال التمانينات أجيال التسعينات أجيال التمانينات فاللحظة المنتظرة اجت لطلاب 2006 انه اعلن عن انطلاق مكثف تبعكم مكثف مادة اللغة الانكليزية طبعا يعني ما بتتخيلوا قدي حطيت كل جهدي فيو وقدي يعني بدي فعلا لما احكي لكم توصلوا للميتين فيو اكون فعلا قد كلامي انا بدي احكي لكم شغلة عني انا حدا بعاني من المثالية من زمان او يعني بدايات السوشال ميديا عندي انا مصر لي كتير عفكرة على السوشال ميديا يمكن تقريبا سنة ونص سنتين بالضبط قبل هيكي كتير 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 اوقات كنت بحاول انه ابلش كتير يعني انا لو بدي ابلش على اول مرة كنت صورت فيها ونزلت يمكن هالحكي قبل اربع سنين او ثلاث سنين بس كنت بصور ما بنزل ليه انا حدا شوي بعاني من المثالية والله يعني هاي مشكلة كتير كبيرة كانت عندي وما كنت قادرة اسيطر عليها ليه لانها كانت يعني موقفتني اني اعمل اشي كتير بحياتي مثلا ما كنت عم نزل سوشال ميديا يعني كنت عم بصور بس لانه مثلا تصوير الفيديو ممنيح شكلي مزابط المكان اللي بصور فيه ممنيح الإضاءة ممنيحة ضلتني على هالموال تقريبا سنتين وانا بسا عم بصور طيب خليني انزل ما بنزل بصور بالبيت وما انزل بصور بي كافي وما انزل بصور بستيديو وعالفاضي فليه لانه عم بعاني من هاد الموضوع لحد ما بالاخر حولت هاي المشكلة لانها تصير يعني سر من اسراري او سبب نجاحي الحمدلله اللي هو حاليا على السوشال ميديا كنت بعاني من المثالية لانه انا بدي كل شي يكون بس بعدها شوي شوي بلشت اصور يعني اذا في حدا بيعرفني من وقتها او شافت تصوير قديمة ما خلت شي انا بصراحة بس ما كان كل شي تمام كنت كتير بقنا الحالي انه يلا معلش بلش جربي 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 وحمدلله جربيت لاحد ما هلا اصلت يعني لكل شي يكون مية بالمية فهذا الشي خلاني عن جد سبب من اسباب نجاحي لانه انا لما بدي اعمل شغلة بدي اعملها من قلب ورب بدي اعملها يعني مبتتخيلوا قدي بصيبني تقنيب ضمير مش عادي لو بعرف انه نسيت احكي معلومة لطالب او نسيت احكي معلومة بحسة أو مثلا استهيت عن شغل تقنيب ضمير مش عادي وعادي جدا أكون بصور حسة ساعة ساعتين ومشان شغلة مثلا أرجع قاعدة تصوير كتير صارت معي لحد ما بالآخر دربت حالي كتير منيح واشتغلت على حالي وصرت أعرف أتعامل مع هاي المشكلة لحد ما إنه ساعدتني لأوصل وساعدت الطالب يعني مشكلة المثالية خلتني أوصل لأنه فعلا أعطي الطالب كل شي بدي إياه وأنا قبل شي كنت بحكي مع أستاذ من المنصة فنحكي عن الدوسية وهيك فهي معلمة مش أستاذ فبتحكي لي إنه هي عم يعني بتحكي لي كيف كتبت الدوسية بحكي لها أنا قعدت أكتبها بإيدي على الورد بتحكي لي إنه هنجد يعني أنت لحالي كتبتها قلت لها أولا أنا لحالي وتأخرت فيها عطلق وان قلت لها أنت قالت لي لأ أنا بخلي كم طالبة يعملوا لي إياها بس بكتب لهم إياها بإيديهم بحاولوها أنا بصراحة لا هو أوكي بالمستقبل إنه ممكن أخلي حدا يكتب لي إياها بس لأنه هلأ ما في حدا حيفهم علي ما في حدا حيفهم شو بالزبط أنا بدي فهيك خلص يعني أنا لهلأ مرتاحة إنه أنا بعمل دوسية لحالي فحتشوفوا قدي أنا يعني حاولت أخلي كل إشي فيه يعني كل مرة بعمل دوسيات وبتكون بريفكت المرة اللي بعدها إنه لازم أعمل شي مويز أكتر من قبل فكل مرة عم بحاول أحسن منه أحسن من نفسي ومنه الطالب يوصل لفعلا شو اللي بديو إياه وأي حدا بيحكي ملاحظة بحاول إنه أخدها من ناحية إيجابية وإنه فعلا إنه ممكن أزبط هاي الشغلة بس بطريقتي أنا وبأسلوبي أنا فما بدنا خلص حكينا كثير خلينا نبلش بشو هو المكثف هذا الكوفر تبع المكثف مثل العادة لازم يكون مكتوب عليه هون مكثف الفروع الأكاديمية وإذا مهني مكثف الفروع المهنية الدوسية سعرها هالمرة ثلاثة ونصف بالعادة بتكون خمسة سعر الدوسية تبع اتيب بس حمد الله قدرت إنه يعني أضبط سعر إلكم ولو إنه إشي كتير بسيط بس يعني إشو منه عم بحاول يعني إن شاء الله نوصل لشي مرة إنه أخلي الدوسية مجانا بإذن الله أوكي أوكي هاي الدوسية كاملة مية بالمية هلأ نبلش بشو هو المكثف أو شو هي موضوعات المكثف مثل العادة كل مرة بتلاقوا هون في رسالة هيك بالبداية هاي ما بحب تبين على السوش الميدي لازم هيك بيني وبين الطالب رسالة مني لإلك أو رسالة مني لإلك فبس تجيب الدوسية بتقرأوا أول صفحة وإن شاء الله هيك تعطيكم حافظ حلو أوكي طبعا أنا بكتبها عن جد بس تحضر كل مشاعري لدرجة هيك بصير إنه بأشعر بدني إنه إنه والله عن جد فيها أحاسس إنه يعني بوصل جد شعوري للطالب بس من هالكم كلمة نبلش بالفهر أس هلأ أنا بالمكثف بإذن الله بإذن الله أنا مبلشة تصويره بإذن الله رح ينتهي تصويره شوفوا رح أحاول أحاول أنا ما بحب أعطي توريخ بس بدي أعطي موعد تقريبي من 15-5 لـ 20-5 أكون خاتم المادة بإذن الله أنا رح أحاول وأبذل كل طاقتي وكل جهدي أنا بدي أحكي هلأ كيف المكثف بعد ما أنزله كامل رح يكون مرتب على البطاقة ما رح أحكي لأنه بالبداية رح أنزل حصص نصوص حصص حفظيات بعدين مرة واحدة يعني بعد 20-5 بيكون كل شي نازل مرة واحدة فأنا هلأ رح أعطيكم كيف هو لما يكون جاهز أول شي أنا مبلشة بالمادة هون بقواعد لقواعد بدي الطالب لما يبلش بالمادة عادي يبلش فيها بالقواعد أن القواعد سهلة جدا جدا أما إذا أنت طالب معي بدك تبلش بكل حصة أنا بنزلها حسب الترتيب اللي أنا عم بعمله فبرده عادي جدا لكن الترتيب حيكون في البداية قواعد التنسز عندي الباسف بويس بتعرف الباسف بويس موجود بالوحدة الأولى بالإضافة وبشرح معه الإمپيرسونال باسف إمپيرسونال باسف هي قاعدة المبني المجهول غير الشخصي وهي موجودة بالوحدة آه مش مش غلى الألم وهي موجودة بالوحدة السابعة بينما الباسف بويس موجود بالوحدة الأولى هدول طب مثل وحدة أولى وحدة سابعة نعم أنا بشرحهم بنفس الحصة ليه؟ لأنه المبني للمجهول غير الشخصي هو مبني على الباسف بويس على المبني للمجهول يعني أساسه الباسف بويس والإمپيرسونال باسف هو مبني عليه تمام؟ وفعلا الطلاب لما بشرح لهم أول شيء الباسف بويس بعدين بشرح لهم إمپيرسونال باسف بيفهموا القاعدتين بشكل خرافي لأنه هدول من أكتر قاعدتين طلاب يستصيبوهم بالمادة هم المو صعبين بس إنه بيحكوا بنتخربط فيهم أوكي؟ أوكي طبعا أنا بالمادة العادية لا شارحها هاي على بطاقة الفصل الأول وهي على بطاقة الفصل الثاني أوكي؟ أوكي بعدها قاعدة الكوزيتب طبعا أنا بلشت بالثلاث قواعد هدول يلي بشبهوا بعض بالأسئلة لأنه بتعرفوا أسئلة القواعد في أسئلة قواعد بتقدر يتميزها من شيء معين في أسئلة قواعد بتشابهوا بصيغة السؤال ويجابوه بالخيارات لأكتر من قاعدة هدول ثلاث قواعد كتير بتشابهوا يعني ممكن الطالب إذا ما كان متمكن من المادة ما يقدر يفرق هذا السؤال ما يقدر يفرق إلا إذا كان متمكن منها فأنا شرحتهم هلأ الشرح رح يكون بالمكثف شرح فقط لأسئلة الضع دائرة لأنه امتحانكم حيكون ضع دائرة بالمادة العادية بفصل الأول وفصل الثاني كنت صاحب يشرح القاعدة بجزئيها بقاعد كتابة ويضع دائرة ليه؟ لأن الطالب معه وقته فيه يتمكن من القاعدة على الجهتين لكن بالمكثف من اسمه مكثف هو شرح سريع هو مش سريع إنه مختصر لا هو شرح شامل لكن فقط لأسئلة الضع دائرة ما رح أتطرق لأسئلة لقاعد كتابة برجع لبطاقة الفصل الأول والفصل الثاني لأنه بطاقة المكثف بتفتح لك الفصل الأول مجانة وفصل الثاني مجانة فإذا بدك شرح مفصل عادي بترجع لها يعني مثلا المقارنة قاعدة المقارنة أشرح لكم إياها بالمكثف مستاعة بل كتير كمان بالفصل الثاني شرحتها حستين يمكن المجمل ساعتين ونص أو ثلاثة مش عارف إشي هيك فبتروح على الشرح المفصل وبتحضرها تفاءنا تفاءنا بعدين عنا شوفي كمان بس هو كله بيضع دائرة وأحلى شيء إنه بتصيروا تعرفوا إن شاء الله بعد ما تحضروا الشرح كيف يتميزوا سؤالكم القاعدة كيف تحلوا يعني في أسئلة رح نتحدى بعض نحل السؤال بثلاث ثواني فيه بأربع ثواني فيه بخمس ثواني أنا يعني ماكسيمم يعني أكتر سؤال بحكي لكم كيف تحلوا بخمس ثواني بيكون أكتر شيء أوكي أوكي لأنه فعلا أنت بالامتحان داك تكسب وقت صح في طالب يعني بالآخر أسئلتكم ضع دائرة للقواعد في عندي طالبين طالب حيحل بالخطوات الصحيحة مئة بالمئة ويتيطلع معه الجواب الصحيح في طالب رح أعطيه طرق وتركات إنه يحل السؤال بأقل وقت ممكن ليه؟ ويحل جوابه صحيح ليه؟ لأنه بالآخر المصحح حيشوف هذا الطالب شو جاوب خيار وهذا الطالب شو جاوب خيار المصحح ما رح يحكي والله هذا الطالب جاوب هذا الخير لأنه هيك فهذا على تفكير وبيدي أعطيه علامة زيادة أو هذا لأنه جاوب بشكل مختصر ما رح أعطيه علامة زيادة لا 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 المصحح ما بيعرف طريقة تفكيرك وما بيعرف أنت أصلا كيف حلت السؤال لهيك أنت مو مهم شو الطريقة اللي حلت فيها أنت المهم أنك تحل توصل للجواب الصحيح بأسرع طريق ممكن أو كيف أهم القاعدة مية مية لكن عندك شطارة أنك تحل السؤال فقط بشغلة واحدة فقط بشغلة تانية أو ثلاثة إشياء حسب كل قاعدة هاي الشغلة شغلة تانية كمان كتير حلوة أنه رح أدمجي لكم بين كل القواعد أنه مثلا هدول القواعد بتفرقوا فيهم الزمن هدول القواعد بدهم تحويل هدول القواعد فبتصيروا أنتوا خلاص حافظين القواعد وحارفين كل شغلة فيهم ينفصلين لهم تفصيل بعدهم يسقطون هاهو ثلاثة بعدهم هاي السؤال لحال الحافظيات 크� nós لأنه ارترفوا المعاني بيجي عليها تقريباً 6 أسئلة والطلاب اللي بدهم يجيبوا في المارك إنه كتير هيك بنحرقوا إنه أنا بدأ أجيب العلامة الكاملة طيب كيف أجيب العلامة الكاملة طيب شو أعمل كيف أتمكن من معاني الماد أنا أحكي لكم بدي أعطي لكم طريقين داماً اسمه داماً بعطي طريقين حتى بشرح المادة بعطي طريقة اللي هي العلم بعدين بعطي الطريقة المختصرة أنا هلا بدأ أحكي لك كيف تجيب العلامة كاملة بالحفظيات شوفوا في عندي طريقة طويلة إذا بدأت اتمد على حالك مثلاً ما بدك تأخذ مكثف عندي أكيد طبعاً هل الشي براحتك بس أنا بدي أحكي لك شو أنت لازم تعمل أول شي بدي تتمكن من معاني المادة يلي هي بالبوكسات الأصفر موجودة بكتابك المدرسة أنا هلا بحكي ككتاب مدرسة لا دوسيت مين مين دوسيت حدا ولا دوسيتي ولا إشي أنا بدي أتمد هلا الكتاب معاني اللي بالبوكسات الأصفر بدكم كمان معاني الإنجلش إنجلش اللي موجودين بالغلسوري اللي هي آخر شي بالمادة إنجلش إنجلش بدك تتأكد إنه كتابك آخر طبعة ما تكون ما خد لكتاب أختك أو كتاب أخوك من ثلاثة سنين لا آيامس لأنه المنهاج عم بتجدد بس هالشي مش كتير طلاب من تبهين عليه والغلسوري إذا بتشوفوا جيبوا كتابين كتاب جديد يعني طالب اشتراء من المدرسة هالسنة وكتاب طالب اشتراء قبل خمس أو ست سنين راح تلاقوا فرق رهيب بالغلسوري اللي هي بالإنجلش إنجلش ميننجز في إشياء كانت موجودة هناك وحذفوها في إشياء مو موجودة وضافوه بدونتكم تنتبهوه فبدك تكون دارس يعني معاني الإنجلش إنجلش للكتاب القديم والحديث بالإضافة لذلك في عندكم بدليل المعلم قلت لكم دليل المعلم متاحة لغوغل بتطلعوه من موقع الوزارة اللي هو قدري المعلم الـ Action Pack 12 بتطلعوه بيكون فيو أنا هاي الشغلة حكيتها بفيديو لما بفيديو راح تحضروا اللي هو إنجلش إنجلش ميننجز معاني الإنجلش إنجلش بلشت بسلسلة شرح إليهم عاليوتيوب وقتها فرجيتكم شغلة إنه في أسئلة بتيجيكم بالوزارة بالمعاني وإجا سؤال يعني معاني إنه مو موجودين من ما أخدوهم من الـ Glossary اللي هم الإنجلش إنجلش ميننجز آخر كتاب المدرسة لا فيه بدليل المعلم بوكسات صغيرة موجودة فقط بالدليل مو بالكتاب تبعكم تعرفوا دليل المعلم بيكون كبير ومفصل فيه بوكسات صغيرة هاي بوكسات فيها معاني إنجليزي إنجليزي فإنتوا بدكم تكونوا يعني أنت طالب بدك تكون جايب دليل المعلم وتاخد كل هاي معاني الإنجلش إنجلش اللي موجودة بالدليل ومو موجودة بالكتاب كمان بدك تكون بكتاب الأكشن باك لا تستحينوا فيه كتاب الأنشطة في كتير أسئلة بتكون أنه مثلا جدل معنى المناسب لكلمة أو بيعدوكم تعريف وهذا تعريف لأي كلمة هدول أسئلة أنت بتفكرها أسئلة عادية هي بيجعلها معاني انجلش انجلش أو بيجعلها معاني أسئلة المعاني بالضع دائرة أوكي حكينا أول شي البوكسات الأصفر بدك تكون دارس الانجلش انجلش ميننغز آخر الكتاب للطبعة القديمة والحديثة بدك تكون دارس البوكسات اللي موجودة بدليل المعلم بدك كمان يعني على الأكد تحل أسئلة الوزارة على الأقل لآخر يعني من 2019 لحد اليوم على الأقل وبدك كمان فيه كتير يمس معاني هلأ أنت اللي نفرض حفظت كل معاني الكتاب أوكي وركزت على المعاني كمصطلحات طيب لو وجدك جملة وما فهمت معناها هذا الشي صار مع طلاب 2005 السنة الماضية جاهم سؤال هذا السؤال جملة معينة هاي الجملة الطلاب استطعبوا ترجمتها الطلاب بيحكوا صاروا يحكوا أنه معناته هاي جابوها من برا الكتاب لا ويمكن معلمين حكولهم أنه جابوها من برا الكتاب لا يمس مش من برا الكتاب هذا فيه بيكون عندكم نصوص قصيرة هيكا بمربع قصير بكتابكم انتوا بكتابكم بيكون جاء عليها أسئلة قواعد هذا البوكس انت بتركز على هذا البوكس لأنه عليه قاعدة معينة لكن بيجيبو لكم جملة من هذا البوكس على المعاني فيعني إذا أنت ما كنت تدارس كل هاي كل هاي الأشي اللي حكيت لك ياها ما رح تقدر تكون هيكا أنت شايكت على كل شي لأنه بلا عدد الطالب اللي بدي يجيب فالمرت بدي يكون خلاص متمكن من كل شي في إذا أنت ما كنت عامل هاي الخمس إشياء أنت ما بتكون متمكن لحتى تجيب العلامة الكاملة فأنا هنا أعطيتك الطريقة الكاملة وفعلا يعني كل شي حكيت لك ياه حتى أنه فرجيت أنا طلاب كلمة كومينيكات اللي إجت لطلاب 2005 بدرس الوزاري اللي إجا كلمة كومينيكات اللي هي معناها هاي مش هاي جابوها بسؤال English English meanings طب هي مش موجودة بالإجلساري صح؟ لو ترجعتوا على كتاب المدرسة ما بتلاقوها بالإجلساري وين موجودة؟ موجودة بأحد أسئلة الـ Action Pack اللي هو Activity Book اللي هو كتاب الأنشطة بدرس إنترنت الأشياء بيكون في أسئلة من الكتاب نفسه هاي سؤال من أحد الأسئلة تخيلوا هاي أسئلة تستسخفوها فهذه هي بالنسبة هاي للطريقة الطويلة للطريقة المختصرة للمعاني يجيب دوسية المكثف ويجيب بطاقتي وريح حالك لأنه أنا هذا كله اللي حكيت لك يا أنا كله جمعته يعني أنا لغت برضو تأخرت بالدوسية لأنه فعلا جبت الكتاب قلتلكم ممكن على الإنسجرام مش لكل يمكن شاف الستوري وقتها قلتلكم أنه أنا عم بفتش يعني لا أعمل للدوسية عم بفتش دليل المعلم كلمة كلمة عم بفتش الأسئلة الوزارية عم بنتبه هذا السؤال يجي من هون هذا شو جابه هذا كيف جوابه هذا كيف هذا كيف فجمعت كل هاي المعلومات فأنت مصدر جاهز أنت طالب هلا ملحق بالمادة وعندك مواد كتير بدك تقعد تلف كل هاد ما رح تلحق أبداً ما رح تلحق فكله موجود بطاقة المكثف ودوسية المكثف لهيك أنا بحكي لكم أنا بحب المثالية أنا حدا سوري أنا عادة بيعاني من المثالية لدرجة إنه بيكون فيه لازم كتير أسئلة أكتبها الدوسية بس بكون تعبت باجي هيك ضميري بيفكر يحكي لي خلاص رحف بيكفي خلاص والله والله اللي كتبتي كتير وزي هذه بلا هل كم سؤالت ضي فيهم أنا لا لازم أضيفهم وعفكرة الدوسية حاولنا تكون أرخص من هيك والله هنا حاولت أنا بدي أخليها أرخص بس الدوسية كتير صفحاتها كتير 150 تقريباً 145 تحديداً فلو كانت مثلاً 100 صفحة مثل دوسيات المكثفة الثانية بتكون 50-70 مية كان قدرنا نقلل من سعرها بس هي كتيرة ليه كتيرة لإنه أنا ما هان علي صراحة إنه ما أحط كل شي فيها حكيت كتير أوكي أوكي طيب نيجي هلأ نحكي كمان عن المعاني المهمة والمصطلحات والوظائف اللغوية تعرفوا إنه في كل وحدة معاني مهمة جداً إلها المصطلحات المتلازمات مصطلحات الجساد مصطلحات للألوان في كتير إشياء مهمة بما تكون كلها موجودة أكيد أكيد الوظائف اللغوية أكيد لاحظتوا بآخر تقريباً أربع دورات وزارية صاروا شو يعملوا الوظائف اللغوية مش بس يحكي لك حطت لك تحتها وخد ويحكي لك مثلاً هي عشو عندل كنسي يكون صار يعطيك جملة جملة بدون فراغ يعني شايلين منها فراغ ويحكي لك خد الفراغ طبعاً أنا شارح عنها فيديو كامل يهو مثلاً على المعنى أو على فيه تركات برضو بسيطة حكيت لكم عنها جملة اسمية وجملة فعلية أوكي نجحل عن نصوص النصوص عاملالكم فيهم مفاجأة بيت جنن جد بتجنن هلأ بفرجيكم إياها طبعاً النصوص حيكون عندكم بداية أنا يعني شارح النصوص وراء بعض أوكي لكل وحدة حيكون في عندكم المفاجأة هي عبارة عن ملخص لكل أسئلة التعداد المتوقعة لكل نصوص المادة تخيلوا هلأ رح برجيكم إياهم وطبعاً رح يكون فيه جدول معاني جدول معاني فيه معاني باللون أحمر ومعاني باللون الأسود اللي باللون الأحمر بدك تبسمهم بصم لأنهم أهم معاني المادة أوكي أوكي وطبعاً حتى أجوبة النصوص آه لأحكيكم شغلة سوري أنا مو كاتب أجوبة القواعدة أجوبة القواعد أنا مو كاتبها هلأ أنت إذا طالب بدك تجيب الدوسية بتدرس عليها أوكي بس ما فيها أجوبة فأنت يعني بصير اجتهاد شخصي منك إنك تبحث عن إجابة لكن على البطاقة أنا رح أحل الأسئلة للطلاب فهيكا بيعرف أجوبتها هلأ ليش نسي مش كاتب الأجوبة أنا رح أحكي لكم شغلة هلأ أنا بودي أحكي لكم هي دعاية أو هي حيلة تصويقية مشان تضطروا تشتري الدوسية نفسي هيك كان أحكي لكم مثل ما كثير في معلمين عاملين بس بصراحة بصراحة ما محقت يعني أنا سلمت الدوسية متأخري أسبوع أوكي فما محقت يعني كانت ضلي الأخر شيء الأجوبة إذا بدي أكتب الأجوبة كاملين يعني فعلا فعلا كانت أخرت كمان أسبوع تاني والطلبات وعمرها ما بتوصل فأولت خلص يعني بينهم الله وكمان مشان تجيبوا بطاقة المكثف يعني بتكون استفادة ضعف أوكي ونسيت أحدي لكم عن عن شو اسمو القواعد أوكي ومعاني والأسئلة المعاني والمتلازمات والوضائف اللغوية كلهم اللي أنا كاتبيتهم بالدوسية أسئلة الكتاب وأسئلة وزارة كلها أسئلة وزارة من دورة ركزهم يعني من أين دورة من دورة الفين ويمكن تساتاش عشرين لحد اليوم وفي دورة الفكرة أنتم ما بتعرفوا عنها بتكون فقط الفصل الأول لحال وفقط الفصل الثاني لحال هدول ما بتعرفوا عنهم لأنهم بيكونوا للناس معينين بيقدموا بس فصل لحال هدول من أجيال السابقة كتير بيقدموا بس فصل واحد أو بس فصل ثاني فهم إلهم بتكونوا امتحنات بس أنتوا هاي امتحنات ما بتوصلكم فأنا جبت هاي الامتحنات وحتى تلكم إياها بالمادة تبعتكم هنا بالمكثف فإنتوا يعني بتطلع من القواعد بتطلع من المعاني بتطلع من كل إشي جد بيرفكت لأنك بتكون حالة يعني أسئلة كثيرة حتشوفوا عدد الأسئلة بالدوسية خلصنا من النصوص نصوص الأدب طبعا الأدب أنا مشارحها بالتفصيل وسهل حتى الأدب يعني شبه حفظكم إياه يعني بتطلع من الحصة حافظين كل شي بخصه ما بتتعبوا مادة الكتابة أنا هنا حطت نموذج للفري رايتنگ بس أنا هذا ما بشرحه على البطاقة على البطاقة بشرح نموذج آخر مخصص لأنه بصراحة يعني يعني هذا خلص خاص فيه فبشرحه بس على البطاقة بس ما بكتب بالدوسية بالدوسية حط أنا نموذج عادي في أسئلة كتابة في أسئلة تفكير ناقل العلامات الترقيم موجود عليها كثير أسئلة برضو الاشتقاقات هي برضو مشروحة والاشتقاقات غيرت أسئلتها يعني حطيت أسئلتها من دوسية السابقة بالإضافة لأسئلة برضو آخر يعني هم تقريبا 35 دورة وزارية اللي أنا جمعتهم من 2019 لحد اليوم لأن الدورة الوزارية واحدة بيكون فيها أربعة يعني مثلا التكميلي اللي هي شهر واحد هي ما بتكون دورة واحدة هي بتكون أربع دورات أربع دورات دورة للفروع الأكاديمية دورة للفروع المهنية دورة للفصل الأول ودورة للفصل الثاني وكل دورة منهم منفصلة عن الثانية فكلهم أنا جمعت لكم أسئلتهم وآخر شيء آخر شيء ما ضل من المجال أكتب لكم امتحان التكميلي تبع أربعة واحد الفين واربع وعشرين أو سبعة واحد الفين واربع وعشرين فقررت أكتب لكم أو أنا نزلكم إياه بالدوسية لحتى أنوا تقدروا تتدربوا عليه تمام تمام هي كأمورنا تمام بس لحتى بالفهرس خلينا هلا نبلش بشكل سريع هاي مثلا الأزمنة شوفوا قدي سؤال عليه حتى ما حطيت انتم متخيلين قدي هاي التفاصيل الصغيرة شايفين الشحتات هادول التعداد ما حطيتها أرقام لأنه طلع أرقام لأسئلة كثيرة فقلت لأ بل ما الطالب هيك هينصدم خلي هايك شحتات أوكي ياس ترعب فكرة حتى رموز A B C D هادول عبارة عن عن تصميم وتعب حتى الفراغات الفراغ تخيل لو بحكي لكم بعاني من المثالية والله لازم تردوا علي طلعوا الفراغ هون نفسه هون لازم كل يعني ما رحت لقوا فراغ أكتر من الثاني يمكن هذا يكون راح مني أوكي أوكي فطلعوا أدي أسئلة أنا حطة أدي وحتى القعد كتابة وفي منهم ما رقيت وزارة أسئلة وزارة عليهم في أفكار كتير مهمة مو حكي عنها الوزارة رحت أنا جبت أسئلة من عندي هاي الباسف والإمبرسونال باسف شرحيتهم الاثنين أسئلتهم ب املأ فراغ وقعد كتابة أوكي أوكي تمام هون عندي أسئلتها ريبورتال سبيتش أوكي هاي كلها هيك القواعد تمام يعني كلها نفس المبدأ القواعد يعني حط أنا كل الأسئلة اللي بتخطرع بالك ولي ما بتخطرع بالك شوف هاي قادة لوحدة الرابعة أوف أدي حطيت عليها أسئلة يعني هي فعلا كتير ممكن كانت أكتر قواعدة واحد اثنين ثلاث أربع صبحات ثلاثة ونص أوكي تمام بعدها هيك باقي القواعد أوكي أوكي كله هيك باقي القواعد أيوش برضو أيوش بقون لوحدة التاسعة قاعدتها أخطرت مني كتير وهيك الاف كلوز بنكون إيش بعدها خلصنا طبعا الاف كلوز كتير حطت أنا على القاعد كتابة أمثلة أوكي نيجي هلأ الانجلش انجلش ميننج طبعا هاي قلت لكم بلشت عليها سلسلة يوتيوب بدي أبلش أشرح لكم هاي بس للي يعني لليوتيوب أكيد بشرحها أنا للبطاقة بس مني للطلاب اللي ممسجلين عندي كيف تحفظوا معاني الانجلش انجلش بطريقة سهلة وسريعة تمام تمام هون يونيت وان يونيت تو وهكذا كل اللي بيحد موجودين طبعا هون بشكل مختصر أوكي بعدها بيكون عندي هون مادة الحفظيات المصطلحات المتلازمات الوظائف اللغوية إيش يمكن ما خطر أتعب عليكم حتى أه أنا نوعية من الأسئلة حتى نوع أسئلة يملأ فراغ حتى هاي جمل كتاب هاي جمل كتاب ليك هاتويتها بهذا الشكل مشان تبصموها بصم لأنه الوزارة بتجيب copy paste من أسئلة الكتاب يعني تقريبا سؤالين من أسئلة الكتاب copy paste فأنا بدي هاي الأسئلة تبصموها بصم جملها تمام تمام بعدها حتى طبعا هاي كلها أسئلة كتاب كتير كتيرة يعني كل الأسئلة بتخطر عبالكم لهيك بحكي لك عن جد بتفلل أسئلة وزارة كلها أسئلة وزارة هاي كلها على المعاني شوفوا يعني أدي صفحة على المعاني بس تشوفوا وعافك نصغرت الخط مشان يوسع يعني هون صفحة صفحتين ثلاثة معاني هاي أربعة معاني خمسة معاني أوكي ستة معاني سبعة معاني والله بتجيب في الماركوس بين عناك ثمانية معاني ثمان صفحات على المعاني أسئلة وزارة بدك تطلع منهم مشجاب المتين ما بعرف صراحة يعني نيجي هون أسئلة على الوظائف اللغوية حاطة كل الأسئلة الوزارية لإيجاد صفحة صفحتين اوه ممتازين بعدين هون هادا كلمة ضرورية المستخدمة في أسئلة القطاع الوزارية بتعرفوها كتير يعني ما أخذينها عندي كتير أنا منزلة عنها بس طبعا عملت له أبديت هذا الجدول فيه كلمات كتير جديدة نزلتها كنت بحس الطلاب بحاجتها وهكذا وهون معاني النصوص لما أحكي لكم معاني النصوص هيكون فيه باللون الأحمر وباللون الأسود اللي باللون الأحمر هذا بدك تفلل بدك تبصوهم بصم كتابة كتابة وحفظ لإملاء الفراغ ليش كتابة يا مز؟ لأنه أنت بدك تكتب فمش منطق يعني من هاي الكلمات ما تكون حافظ احفظ مشان تستخدم طبعا مشان أسئلة الإملاء الكلمة هانا المفاجأ طلعوا أول درس ملخص تبعه على شكل نقاط تعداد تاني درس ملخص تبعه على شكل أسئلة تعداد كلها من الدرس الثالث على شكل أسئلة تعداد شوفوا الحلاوة يعني بالأول بشرحها دول للطلاب ساري بشرحها دول للطلاب بالبداية يعني من بس الملخص بيكون فاهم الدرس بعدين لما أبلش له بشرح النصوص حتى الخط كيوت بشرح النصوص بتكون أموره مية مية طبعاً الضمائر اللي تحتها خط بتركزوا عليها أوكي أوكي مع الأسئلة تبعتها وهكذا كل الدروس تمام؟ يعني هاي كل الدروس الوحدة مع بعض يعني معانيها معاني الوحدة ملخص الوحدة للنصوص النصوص وهكذا كل وحدة منهم تمام؟ وهيك منضلنا كل النصوص تمام؟ لحتى نوصل لـ unit 10 أوكي؟ تمام أوكي كلها هاي النصوص مية مية خلصنا unit 10 هذا آخر درس الوحدة العاشرة بعدها بتبلش عنا كل هادول عبارة عن أجوبة النصوص كل موجوديني الأسئلة بتتأكدوا منها فقط بالنصوص اللي أنا حاتت أجوبتها منخلص من الأجوبة تمام؟ أوكي منضلنا هيك بعدين منوصل لمادة الأدب في عنا هون القصيدة في عنا هون القصة وعليهم طبعا أسئلتهم بس بلا أجوبة هذا الفري رايتنج حكيت لكم أنا كاتبة نموذج هون بس مو هذا اللي أنا بستخدمه بالمكثف أوكي هنا عندي أسئلة كتابة وهنا عندي أسئلة تفكير ناقد مية مية هنا علامات الترقيم هاي كلها أسئلة وزارة وكمان مش بس على علامات الترقيم على تصحيح الكلمة على كمان لما يعطوكم جملة مخربطة وبيحكي لكم رتب لنا إياها برضو هلا حتشوفوا هاي حتالكم ياها جملة مخربطة ونرتبها أو حتى بيكون في أوقات معطيكم إنه بحكي لك اختار الترتيب الصحيح للجملة يعني أي جملة مكتوبة بشكل صحيح كل هذا إن شاء الله نشرحه هاي الاشتقاق هاي كلها أسئلة وزارة اللي في البداية بعدين أسئلة من الدوسية للفصل الأول والثاني أخر شي أخر شي حتى لكم امتحان الوزاري اللي هو إجابي تاريخ 7-1-2024 امتحان 2005 تكميلي وهيك بنكون خلصنا كل شي بخص المكثف ما بعتقد إني نسيت شي إن شاء الله ما كون ناسية شي أحكي لكم إياه بس يعني لما بحكي لكم أنا هذا اللي بدي أقول لكم إياه أنا لما بحكي لكم يعني بيجي طالب بحكي لي مست هل بضمن نجاح بالمكثف هل بضمن 120-130 لا أنت بتضمن 200 بس كل طالب حسب دراسته يعني الطالب اللي أنا دايما بقول الطالب إذا ما كان فاتح المادة أو مش بمكن منها أو مش خاتمها احضري المكثف مرة واحدة بإذن الله بتضمن النجاح وإذا بدك تضمن علامة كاملة أو علامة جدا عالية احضره مرتين ليه لأنه المعلومة بتتثبت تتأكد أنه أمورك يعني يعني أنت ممكن في شي تكون مأجل حفظه فلما تحضروا مرة تانية المعلومة بتنحفظ 100-100 أوكي؟ تمام شوفيكم عن شي بدي أحكي لكم إياه إن شاء الله خلال هالفتر بنزلكم فيديوهات كيف تركزوا بدراستكم كيف تختموا المادة وأكيد نزل فيديو ختم المادة الإنجليزي على الإنستغرام عندي خلال سبع أيام عملتلكه بجد ولا سبع أيام بعرف هلأ بشهر خمسة وبشهر ستة في كثير طلاب بدهم يعطوا مثلا مادة معينة ستة أيام سبع أيام أربع أيام ثلاث أيام أنا جاهزت لكم ياها بسبع أيام بناء على طلب أغلب الطلاب لأنه في طلاب بيحطوا لهذه سبع أيام إذا أنت كثير متمكن من المادة فبتقدر تخلصها بخمسة أو أربعة إذا أنت بدك شوي توقيت فبتقدر السبع أيام تخليهم عشر أيام كل طالب حسب إياه اللي بناسبه فبتكون نزلت الخطة على الإنستغرام عندي فهيك أمورنا تمام سأخليني أحكي عن الأسئلة المتوقعة أو النصوص المتوقعة كثير طلاب عم ببعتوا لي أنه ما سببنا نعرف شو هي النصوص المتوقعة من هلأ مشان نركزوا عليها بس أنا رح أنزل على النصوص المتوقعة بتاريخ 15-6 دايما بنزل بهذا التاريخ اللي هو قبل المتحنات بنص الشهر لحتى الطلاب يكونوا متأكدين أنهم دارسين كل النصوص لأنه أنا ما رح أتحمل خطيط أي حدا من الطلاب أنه طالبي يكون دارس كل شيء يعني أنا حتى طلابي حتى بالمكثف رح أشرح لهم كل شيء كأنه مهم كأنه جاي بس أنه بحكي لهم على شو يركزوا بـ 15-6 هلا أنا الطلاب المكثف يعني حصير أحكي ركزوا على هذا الدرس مني ركزوا على هذا الدرس وهكذا تمام تمام هيك بكون حكيت كل شيء بخص المكثف أي سؤال رح يكون في رقم بصندوق الوصف تبعتوا لو بتستفسيروا بتقدروا تطلبوا منه بطاقة المكثف طبعا البطاقة مع الدوسية بـ 28 دينار و نص تمام هيك بكون خلصت الفيديو تبع اليوم شكرا لكم إذا كنتوا وصلين لهذا هلأ هون وكثير فيه طلاب يعني حمد الله وثقوا فيي أنه يعني حمد الله حمد الله طبعا هاد الشي شكر لربنا أنه أنا وصلت لها المرحلة أنه خلص طالب عم ببني نجاحه بالنجاح اللي كان مستحيل فيه كثير طلاب أنه مادة الإنجليزي تعتبر معاناة بالنسبة لهم فحمد الله أنه هالشي يعني أنه صرت أنا أمل طلاب توجيهي بأنه ينجحوا وأنا فعلا فعلا لأنه هاي عقدة يعني حرام تكون عند الطالب لأنه جد يعني هي نحنا بس بنكبر بالتوجيه وبمادة الإنجليزي ولا بصراحة أسخف من هيك بكتير وأدفه من هيك بكتير وبتضمن النجاح وبتضمن علامة ممتاز وبتضمن علامة عالية وحتى الميتين يعني مش أنه إذا مستواك مش تمام تحكي لا أنا ما بجيب لا بتجيب بس كلهم حسب اجتهاده يعني أنت بتجتحد بتجيب خلصنا فيديو اليوم thank you for listening bye bye